اشتركوا في القناة الاتحاد الأوروبي. لمزيد من التفاصيل حول هذا المؤتمر يسرنا أن يكون معنا في استوديو مركز الأخبار. السيد أحمد عبدالله الرمضان وكيل نيابة بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال. أهلا بك سيد أحمد معنا في نشرة الثامنة. طبعا مجريات هذا المؤتمر الإقليمي. هل حدثتنا عن أهمية التعاون القضائي في مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب؟ في البداية أحب أن أمسي على المشاهدين بكل خير وأشكر تلفزيون البحرين على استضافتنا. أعطانا هذه الفرصة. تم تنظيم هذا المؤتمر برعاية كريمة من سعادة الناب العام. دكتور علي بن فضل البعينين وبالتعاون مع معهد سراكوزا الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان والمكتب العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي. يختص المؤتمر بآليات تعزيز التعاون الدولي القضائي وبالأخص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يشارك فيه ممثلوه وخبراء دوليين قضاء أعضاء نيابة من مملكة البحرين ومن خارج مملكة البحرين. بلا شك اختيار المشتركين في هذا المؤتمر إلى أن يتم العقادة في مملكة البحرين هو أقرار دولي بالجهود المبتولة في مملكة البحرين لمكافحة غسل أموال وتميل الهراب. وإستفاء قوانينها للقواعد الدولية اللازمة لمكافحة. فضمن عن موجود مؤسسات وأجهزة متخصصة تعمل على مكافحة جرائم بشكل فاعل. ولا يخفى الحال بأنه تبوت مملكة البحرين مرتبة الأولى عربيا والمرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط وفقا لمؤشر بازل لمكافحة غسل أموال في مجال الأقل خطورة لإزاء جرائم غسل أموال وتميل الهراب. وعليه فأن هذا المؤتمر جاء كتنويه للجهات المملكة البحرين في مواجهة غسل أموال وتميل الهراب. إضافة إلى رفع مستوى التعاون القضائي ما بين الدول وتدليل معوقات والصعوبات التي قد تحصل. فبسبب خطورة هذه الجرائم وتأثيراتها الضارة على الاقتصاد الوطني والعالمي. فأنها تطلب بالتأكيد بنية تشريعية ومؤسسية متكاملة للمواجهة. تقوم هذه البنية ما بين قوانين سواء العقابية أو الإجرائية التي تمكن الأجهزة المعنية من مراقبة الأفعال مادية في تلك الجرائم وملاحقة الجنات والأموال. ليس فقط في نطاق الدولة الواحدة بل في ما يتجاوزها. باعتبار أن هذه النوعية من الجرائم عابرة للحدود في أغلب الأحيان. وإيماناً من مملكة البحرين بخطورة هذه الجرائم وضرورة إرساء أعلى معاني التعاون الدولي في مكافحتها. فإن لديها منظومة متكاملة للمكافحة. ومنها ما هو متعلق بالتعاون الدول القضائي. وذلك في المساعدة في إجراءة التحقيق وجمع الأدلة وملاحقة الجنات والأموال. إذ لا يمكن للدولة الواحدة التصدي لها إلا بالتعاون مع الأجهزة المعنية في الدول الأخرى. كما ينبغي أن يكون هذا التعاون قائم على إرادة صادقة في المكافحة. ومبني على إدراك ووعي خطورة الجرام على المجتمع الدولي ككل. وفهم واستيعاب لنصوص الاتفاقيات الدولية والأقليمية أو الثنائية. وهذا ما يتطلب بالتأكيد وجود قنوات مفتوحة وإصال اتصال مباشرة ما بين الدول. نعم سيد أحمد عبدالله رمضان وكيل نيابة بنيابة الجرام المالية وغسل الأموال. شكرا جزيلا لك.